اشتركوا في القناة ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ثم مهما كان عندك من المال فأنت لا تحتاج إلا إلى شيء منه يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم الباقي ذاهب للورثة سيخليه ويغادر ثم إن الطمع الشديد يتلف ويهلك والحرص على الجشع والحرص والجشع يكون فيه حتف الإنسان أحيانا دعي الحرص وقنع بالكفاف من الغنى فرزق الفتى ما عاش عند معيشه وقد يهلك الإنسان كثرة ماله كما يذبح الطاوس من أجل ريشه فلولا ريش الطاوس ما أخذ وذبح وقد يكون عند الإنسان من الزيادة ما يطمع غيره فيه فيكون في ذلك الهلك ونعمل مال الصالح لرجل الصالح إذا زاد عن حاجته واسى وأقراض وتصدق وقام بالعيال والرحم والأقارب ثم لا يأس عند المسلم حتى لو وصل للصفر يمكن أن يعود مرة أخرى والشواهد على ذلك كثيرة ومنها أن عبد الرحمن بن عوف جاء من مكة كان له مال كان تاجرا قوافل اليمن والشام فيها تجارته لما هاجر ترك كل شيء ذهب إلى المدينة صفرا أخذ الكفار ما لا استولوا عليه هل رضي بأن يعطى مساعدة لا ماذا قال دلوني على السوق ذهبوا باع واشتروا باع واشتروا وكسبوا ربح وطعم وأطعم وتزوج وصار من الأغنياء وأنفق في سبيل الله وعلى من بقي من أهل بدر وصل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وجهز الجوش في سبيل الله وعنده خير كثير بقي لأهله وأولاده نحتاج عباد الله إلى الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة وهذا من الحكمة وأن لا نسرف والذي حصلت له خسارة بتقصيره يستفيد من قصة أصحاب الجنة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل المظلم احترقت ماذا حصل بعد ذلك؟ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغب قيل إن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها لأنهم دعوه بصدق وأيضا لا بد أن نكون أصحاب إحسان فترعى أخاك المسلم إلى أصيب بمصيبة قال ابن عمر لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديداره ودرهمه من أخيه المسلم كان الكرام وأبناء الكرام إذا تسامعوا بكريم ناله عدم تسابقوا فيواسيه أخو كرم منهم ويرجعوا باقيهم وقد ندموا لأن فاتهم المساعدة قام واحد بالمطلوب ما ترك مجال الآخرين للمساعدة يرجعون يريدون المساعدة ولكن فات الأوان تسابقوا فيواسيه أخو كرم منهم ويرجعوا باقيهم وقد ندموا فاليوم صاروا يعدون الندى سرفا وينكرون على المعطي إذا علموا يتذكر المحسن صاحب الفضل والزيادة في المال أن من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ووضع الجوائح في الشريعة ولذلك يواسي بماله وعمر أراد أن يعطي كل صاحب مصيبة في ماله وإذا لم يكفي بيت المال يأخذ ما عند الآخرين فيقسمه على الجميع ونحن فيما نرى يا عباد الله من الآيات في الأزمات صحة هذا الدين وأنه لا النظريات الشرقية ولا الغربية تنفع في العلاج لأن الله لما أنزل القرآن والسنة أراد أن يحكم هذا الشرع في الناس وإذا خالفوا شرعه صلت الله عليهم ما يبين لهم انحرافهم يريهم آيات آيات لعلهم يرجعون لعلهم يأوبون لعلهم يتفكرون وفرصة كبيرة لأصحاب الدين الصحيح والنظام المالي لإقتصاد الإسلامي أن يقدموا للعالم ما يضيهم اليوم مفردات الاقتصاد الإسلامي تستخرج من الكتاب والسنة ويقدم النظام المالي الإسلامي للعالم لأنهم بلا شك في وقت الأزمة يبحثون عن حل اللهم إنا نسألك أن تحيينا مسلمين وأن تتوفانا مؤمنين وأن تلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في الجسد والصلاح في الذرية والولد اللهم ادرأ عن بلدنا هذا الغلاء والوباء والبلاء يا سميع الدعاء وعن بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر